نحن في ظرف صعب معقد من أصعب ما عشناه لأنه في نفس الوقت الأيام هذه عندنا وعند غيرينا ولكن عندنا أكثر من عند غيرينا الإنفاق زايد والموارد ناقصة والاستهلاك زايد والإنتاج ناقص هذه المعضلة هي معضلة اقتصادية معقدة فمش مدخلنا البترولية فقط مدخلنا كلها قيلتا الضرائب العادية ستنزل لأن الإنتاج راو ينقص الآن رانا في حجر كلنا في حجر كلنا عندما الإنتاج ينقص الدرائب تنقص فإذا الموارد على السنة هذه على 6 شهر القادمة لأن كل المعطيات تقول أننا سنعيشوا هكذا حتى الشهر أكتوبر كثير من المعطيات لابد أن لا أن نقول الحقيقة فالسنة كلها مداخلها ستكون ناقصة نحن أمام معضلة إذن فيها ثلاث أشياء الشيء الأول هو كلفة الكورونا ذاتها لأن الكورونا في كل البلدان عندها ميزانية خاصة ليس ميزانية للتغطية ميزانية للكلفة لأنه مول البيوت اللي ما يخدمش ومول الشانتية اللي ما يخدمش وهذاك هذو كلهم عندهم كلفة هذا الكلفة لا بد من تقييمها ولا بد من توزيعها الدولة شعال تتحمل الشركات شعال يتحملوا والمستهلك شعال يتحمل الكلفة ما هيش غير في الدولة حتى ذاك سيد اللي ما يخدمش شهر أو شهرين أو ثلاثة هو كلفة كذلك ولا بد له من آلية تقلل من الضغط عليه فأولا إذن لابد أننا نقيم كلفة الكورونا لابد من أننا ننقص الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى التي تثقيلها لابد من تجميد يحتر السنة القادمة ثاني شيء هو أن الموارد اللي مش دخلة في البنوك شيئا فشيئا لابد أن نرجع إلى ما قمنا به في السنوات الماضية خلال الكريس تعدمين كاس دمين ساس لنزل البترول إلى الاحتواء المالي تسكي كريدي كونسيسيونال كل ما يمكن أننا نحصل عليه بكلفة قليلة تقلل من الضغط على الخمسين مليار دولار اللي رندا سنها لابد أننا نعبئها ثم سمعتوا أن الأفامي والبنك مونديال بدأوا يخرجوا في أموال للبلدان اللي عندها حاجة أظن أن ما فيش عيب أننا نمشي لهذه الأموال نقص الضغط بحيث أننا نكمل سنة إلى السطوك تعال لندا أنت أنا ما يزيد شيء يقلح تيولي في عشرين مليار